أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار الأهداف والنتائج المتوقعة من انعقاد النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية والمقرر عقده تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي في الفترة من 21 إلى 25 من أكتوبر الجاري تحت شعار التنمية البشرية من أجل مستقبل المستدام وأضف الوزير أن المؤتمر له العديد من الأهداف منها تحقيق الازدهار على المستوى الإنساني من خلال دفع نمو المستدام والحوكمة الفعالة والمشاركة المجتمعية لضمان تكافئ الفرص بين جميع الأفراد والاستثمار في بناء الإنسان وتعزيز الابتكار وذلك من خلال تمكين القدرات البشرية واستغلال التكنولوجيا المتطورة وإطلاق العنان للإبداع لمواجهة التحديات العالمية وتحقيق تقدم ملموس